السؤال رقم 7 سؤال جميل وفكرته حلوة أثناء حركة الحلقة المعدنية ومستوها في مستوى الصفحة هيتولد بيها طيار مستحس كما هو مبين بالشكل فإن اتجاه حركة الحلقة المعدنية كان بتتحرك إزاي؟ يبقى دلوقتي لقيت الحلقة عملت طيار مستحس طيب أنا عايز أعرف هي عملت الطيار المستحس بالشكل ده ليه؟ عشان تخلي مجلها عمودي على الصفحة للداخل يبقى الحلقة قررت إن يكون مجالها عمودي على الصفحة للداخل على العلم إن الحلقة موجودة أساساً في مجال السلك ولو حبيت تحدد مجال السلك هتلاقي الإبهام مع الطيار نحية إكساد وهنا نقط يبقى إيه لي يخلي الحلقة تعمل مجال مغاير للمجال اللي فيه؟ هي موجودة في مجال نقط إيه لي يخليها تعمل مجال إكساد؟ يبقى أكيد النقط اللي هي كانت تختارك الحلقة كانت بتزداد فقررت الحلقة إنها تعاكس الزيادة وتخلي مجالها عمودي على الصفحة للداخل طب والزيادة دي بتنشأ نتيجة إن الحلقة كانت بتقرب ولا بتبعد قدما قلت زيادة يبقى أكيد تقريب يعني هتبقى الإجابة الصحيحة إن الحلقة دي كانت بتتحرك إلى يمين الصفحة عمودياً على السلك لأنها لما تتحرك جهة اليمين هتبقى بتقرب من مجال السلك اللي هو عبارة عن نقط وبالتالي تبع قاعدة لينز هتحاول تعاكس الزيادة فتخلي مجالها إكساد وبالتالي هيبقى طيارها بهذه الكيفية تبقى الإجابة الصحيحة رقم جيه ترجمة نانسي قنقر